هذا وحظي مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط ميمتك 2019 بهمية كبيرة حيث أكد المتحدثون خلال جلساته بضرورة تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتسخيرها بالوجه الأمثل في الصناعات العسكرية مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط ميمتك يعد الحدث الرئيسي المصاحب لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 ويكتسي المؤتمر أهمية كبيرة باعتباره فرصة سانحة لتبادل الأفكار والآراء والتشاور حول المسجدات الأمنية الراهنة على الساحة بين الخبراء العسكريين كما يعتبر ترجمة فعلية على أرض الواقع لمجمل الرؤى الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية التي تشهدها التحالفات الرئيسية المشاركة في هذا الحدث الدولي الهم وفي النسخة الثانية من ميمتك 2019 أكد المتحدثون ضرورة تكثيف الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات وتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتسخيرها بالوجه الأمثل في الصناعات العسكرية كما دعوا إلى ضرورة تبني سياسة الدفاع الإلكتروني النشط لمواجهة الهجمات السبرانية انعقاد المؤتمر يأتي في إطار مواكبة رؤية ملكية شاملة وثاقبة بأن تكون مملكة البحرين على خارطة الملتقيات الفكرية بما يخدم المصالح الوطنية واستقرار المنطقة حيث تم خلاله تناول قضايا حيوية تتعلق بتأثير تطور التقني على الدفاع والأمن في الشرق الأوسط والاستثمار في المعرفة وتوطين التكنولوجيا في إطار متابعة قوة دفاع البحرين للتطورات التسليحية والتقنيات الحديثة وربط احتياجاتها بالاعتماد على قدراتها الذاتية والتعاون مع الشركاء هذا إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني